أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عردتم به من خطبة النساء من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المخسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضة فنصف ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسو الفدل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فدل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرد الله قرضا حسنا فيضاعفه له أدعافا كثيرة والله يقبط ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telah hadir pertama di Indonesia Quran At-Tartil Quran ini sangat enak sekali karena menggunakan panduan bunyi bacaan dengan tanda warna insya Allah kita bisa baca Al-Quran yang sesuai dengan Kaidah Al-Mutajwid jadi gak usah mikir mana itu ikhfa, mana itu cukup dengan tanda warna udah bisa baca Al-Quran yang sesuai dengan Kaidah Al-Mutajwid nah yang kedua ada wakaf ibtidaknya jadi berhenti di mana memulainya di mana dan juga musraf ini menggunakan khot huruf tulisan yang tebal jadi enak banget untuk dilihat ya beda dengan Quran yang lain yang tulisannya itu mungkin tipis-tipis nah Quran At-Tartil ini tulisannya tebal banget jadi enak kalau untuk belajar membaca Al-Quran dan disini Quran At-Tartil banyak varian warnanya ada warna biru, merah, pink, hijau, hitam dan lain-lain presi benar-benar ev dunia kenal